موسيقى هذه نشرة مفصلة للأنباء نبدأها بالعنوين موسيقى الجيش السوري يفشلوا هجوم النصر وحلفائها الواسع شمال حلب والتنسيقيات تعلن مقتلى عشرات المرسلحين شكري يلتقي نتنياهو في القدس المحتلة ويقول إنه يسعى إلى تحريك عملية السلام بناء على رؤية الرئيس المصري تصاعد للمعارك في جوبا بين قوات الرئيس سيلفا كير ونائبه رياك مشار الناتو يعلن عن دعم للقوات التونسية عبر مركز استخبارات في تونس موسيقى أهلا بكم فاد مرسل الميادين في حلب بأن الجيش السوري يقصف مواقع المصلحين في محيط طريق الكاستيلو بيري في حلب تمهيدا لتقدمه مع حلفائه كان الجيش السوري وحلفاء أبو قد أحبطوا أو سعى هجوما لجبهة النصرى حركة نور الدين الزنكي فصائل مسلحة أخرى باتجاه نقاطهم في محيط مزارع الملاح قوات نور الدين الزنكي عرضت مشاهدة عديدة لانطلاق عملية أطلق عليها فتح حلب بدأت بالهجوم على مزارع الملاح شمال المدينة قوات النصرى والزنكي حشدت الآليات المدرعة واستخدمتها في التقدم بالتوازي مع حشودا من قوات المشات التي تعرضت لغارات من الطائرات ورد من المدفعي السورية الهجوم تتابع لمدة ساعات وأظهرت المشاهد كثافة نارية كبيرة للنصرى والمسلحين العملية التي أشار مسلحون فيها إلى أنها ستهزم المدافعين انتهت باعتراف التنسيقيات بمقتل العشرات بينهم قادة ميدانيون في النصرى وحركة الزنكي اشتركوا في القناة سياسيا أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن الاعتداءات الإرهابية التي تواجهها أوروبا سببها تبني بعض قادة الغرب سياسات لا تخدم مصالح شعوبها خلال استقباله وفدا من البرلمان الأوروبي برئاسة نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية لفت الأسد إلى أن ما يجري في سوريا والمنطقة من الطبيعية يؤثر بشكل كبير على أوروبا بحكم الموقع الجغرافي الأسد شدد على أهمية دور البرلمانيين الأوروبيين في تصويب السياسات الخاطئة لبعض حكوماتهم من جهته أكد الوفد أن الزيارة ستمكنه من العمل على تصحيح سياسات الحكومات الأوروبية الضغط باتجاه رفع العقوبات مشددا على ضرورة الحفاظ على سيادة سوريا في العراق تواصل القوات العراقية تقدمها في المحور الجنوبي للموصل حيث استهدفت تجمعات داعش في القيارة وأكملت تمركزها داخل القاعدة الجوية بعد تأمينها بالكامل وإلى ذلك وصل وزير الدفاع خالد العبيدي برفقة مجموعة من القادة إلى شمال تلول الباج غرب القيارة للاطلاع على سير العمليات العسكرية بعد تحرير القاعدة في بغداد استشهد أربعة أشخاص وعصيب آخرون في تفجيرين منفصلين في إيران قال أمين سر المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني إنه سيحصل تغيير ميداني جذري في أبرز نقاط الاشتباك في المنطقة في ظل التنسيق بين إيران وروسيا وسوريا والمقاومة ضد التكفيريين في خلال استقباله رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم أكد شمخاني استمرار إيران في مساعدة العراق وسوريا حتى زوال خطر الإرهابيين قال إن تحرير الموصل يكون بالوحدة الوطنية والاستفادة من الإمكانات الوطنية في إيران أيضا قالت وزارة الخارجية إن مشاركة رئيس الاستخبارات السعودية السابق ترك الفيصل في اجتماعي منظمة مجاهدي خلق في باريس يدل على عجز الرياض واستخدامها الإرهابيين كأدوات وأضافت إنه لم يكن مستبعدا من الأب الروحي لطالبان والقاعدة وشريك الصهاينة أن يثبت عجز الرياض بوقاحة وابلاها سياسية جديدة بمشاركته في اجتماع الإرهابيين العملاء والمفلسين على حد تعبيرها الرد على اجتماع المعارضة الإيرانية في باريس جاء قاسيا من طهران وزارة الخارجية الإيرانية وعلى لسان مصدر مطلع اعتبرت أن الإرهابيين باتوا أداة لتمرير أهداف السعودية وفي معرض رده على اجتماع للمدفعين عن منظمة خلق الإيرانية المعارضة في باريس وعلى الجهات الرعية لهم من الغرب والسعودية لم يستبعد المصدر من رعي طالبان والقاعدة وشريك الصهاينة الذي كشف عن عجز حكومته وفشلها مشاركته في اجتماع للفاشلين العملاء للإرهابيين ونقلت وكالة الأنباء الرسمية إيرنا عن المصدر نفسه قوله إن ذروة فشل وعجز الإرهابيين والجهات الرعية لهم في الخفاء والعلن تجلت في الوقت الذي تحدثوا عن أحلامهم الوهمية ورأى المصدر أن فشل السعوديين وتمسكهم بالإرهابيين في هذا الاستعراض الهزلي يظهروا كمن كشف في العراق وسوريا واليمن أن الإرهاب والإرهابيين أداة لتمرير أهدافهم ضد دول الإسلامية في المنطقة مستشار الخارجية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان من جانبه قال إن دعم المالية والأمنية السعودية للإرهاب في جميع أشكاله بما فيه منظمة خلق مدرج دائما على جدول أعمال الرياض وأضاف كنت دائما أقول للمسؤولين السعوديين إن الأمن لا يتجزأ ولا يمكن استغلال الإرهاب لزعزعة أمن المنطقة وأبقاء السعودية آمنة وأن استغلال السعودية الإرهاب لتحقيق أغراضها خطأ استراتيجي يلحق الضرر بالجميع لذا على السعودية تغيير سلوكها العسكري والأمني في المنطقة ووقف دعمها السري والعلني للإرهاب والتركيز على الحل السياسي هذا وكان رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق الأمير تركي الفيصل قد هاجم حركة المقاومة الإسلامية في فلسطين حماس وحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وحزب الله معتبرا خلال مشاركته في مؤتمر مجاهدي خلق في باريس أن الحركتين والحزب أدوات في يد إيران لإشاعة الفوضى في المنطقة على حد تعبيره أما أنتم أيها السيدات والسادة أنتم فإن كفاحكم المشروع ضد النظام الخميني سيبلغ مرمى عاجلا وليس آجلا أنا أريد إسقاط النظام أنا أريد إسقاط النظام وأنا أريد إسقاط النظام كذلك هاجم الفيصل لإمام الخميني معتبرا أنه نصر الجماعات المتطرفة في بداية حكمه في المنطقة الشرقية للسعودية تنكر لجميع الأنظمة الملكية الإسلامية الحاكمة على حد تعبيره ومع أن ولاية الخميني لم تتعدى الحدود الإيرانية من الناحية السياسية إلا أن خطاباته وأفعاله جاءت بمنزلة رسالة موجهة منه يطمح فيها للسيطرة على العالم حاول الخميني أن يؤدي دور المرشد الأعلى ليس فقط في إيران وإنما الإسلامية بأكملها وكان الشعب الإيراني نفسه هو أول ضحايا الخميني على الرغم من السياسة الخارجية الانعزالية والتدخلية الفيصل هاجم أيضا حركتي حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين وحزب الله معتبرا أن الحركتين والحزب أدوات في يد إيران لإشاعة الفوضى في المنطقة على حد تعبيره الجماعات الإسلامية السودانية والجيش الأحمر الياباني والجماعات الطائفية المسلحة وفي بلدان أخرى دعم نظام الخميني التابع لحزب الدعوة العراقي والجبهة الإسلامية لتحرير البحرين وحزب الله في لبنان وحماس في فلسطين وجماعة الجهاد الإسلامي في فلسطين وتنظيم القاعدة الدولي وحزب الله في الحجاز وذلك كله يهدف إشاعة الفوضى شدد وزير الخارجي المصري سامح شكري على حل الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين مشيرا إلى أن زيارته لإسرائيل تأتي لتحقيق رؤية الرئيس المصري عبد الفتاح السلسي لإنهاء إسراء الفلسطيني الإسرائيلي في مؤتمرين صحفيين مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو في القدس المحتلة قال شكري إن الحل يجب أن يضمن دولتين للشعبين على أساس حدود عام 67 من جهته كرر نتنياهو شرط إسرائيل بالتفاوض المباشر مع الفلسطينيين بدون شروط مسبقة رؤية حل الدولتين ليست بعيدة المنال ومع ذلك فإن تحقيق هذه الرؤية يتطلب خطوات جدية لبناء الثقة وأود أن أؤكد أن التزام مصر بدعم حل عادل وشامل ومستدام للصراع الفلسطيني الإسرائيلي ودعم السلام والأمن في الشرق الأوسط هو التزام راسخ وثابت والقيادة المصرية جدية في توفير كل أشكال الدعم الممكنة من أجل تحقيق هذا الهدف النبيل أدعو الفلسطينيين مرة أخرى لانتهاج طريق مصر والأردن والانضمام إلينا لبدء مفاوضات مباشرة هذا هو السبيل الوحيد الذي يمكننا من خلاله معالجة جميع المشاكل العالقة وتحويل رؤية السلام القائم على دولتين لشعبين إلى واقع في الملف اليمني قال الرئيس اليمني عبد الرب منصور هادي إن قواته ستكون قريبا في صنعاء وعقب وصوله إلى مأرب شمال شرق صنعاء برفقة نائبه علي محسن الأحمر وعدد من الوزراء هدد هادي بمقاطعة مشاورات السلام اليمنية في الكويت إذا فرضت الأمم المتحدة مقترح الحل الذي عرضه المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد هادي قال إن من وصفهم بالانقلابيين يريدون شرعنة انقلابهم عبر مشاورات الكويت كشف قسم الصناعات العسكرية في الجيش اليمني واللجان الشعبية عن منظومة الجيل الثالث من صواريخ الزلزال الصاروخ خضع لعملية تطويرا خلال الأشهر القليل الماضية ضمن أورش التصنيع المحلية ويمكنه حمل كميات كبيرة من المتفجرات والرؤوس الحربية التقليدية الصاروخ الذي يبلغ طوله ستة أمتار يصل عدد شضايا إلى عشرة آلاف شضية فيما يبلغ مداه خمسة وستين كيلو مترا الثامنة مستمرة معكم لكن بعد فاصل قصير ابقوا معنا من جديد أهلا بكم يجتمع مجلس الأمن في وقت لاحق اليوم بناء على طلب الولايات المتحدة لمناقشة تجدد القتال في جوبا عاصمة جنوب السودان وإلى ذلك أعلن متحدثهم باسم رياك مشهر نائب الرئيس أن البلاد عادت إلى الحرب الرئيس السوداني عمر حسن البشير أجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس ونائبه وطالبهما بضبط النفس وبتغليب مصلحة الشعب من أجل عدم فتح ثغرة للإرهاب بعد هدوء حذر شهدت عاصمة جنوب السودان تصاعدت الاستباكات في شوارع مدينة جوبا بعد أقل من يوم من استباكات دامية وقعت قرب القصر الرئاسي الاشتباكات تجددت بين قوات تابعة لرئيس الفكر ميارديت وقوات نائبه السابق رياك مشهر قرب مقر الأخير وعند نقطة تفتيش عسكرية من غربي جوبا ووفق المتحدث باسم مشهر فقد تعرض مقر إقامة نائب الرئيسي للهجوم مرتين استخدمت في إحداهما دبابات ومرواحيات عسكرية إطلاق النار سمع في ضحية جوديل وجبل قرب ثكانات للجيش تضم جنودا موالين لمشار وبحسب الأمم المتحدة فقد سمع دوي قضائف هاون وإطلاق نار كثيف في منطقة تضم مقررا تابعا لها وزير إعلام جنوب السودان مايكل ميكواي قال إن قوات مشار هزمت وفر بعضها بينما عاد الباقون إلى معسكراتهم ميكواي أكد غياب مشار الليلة الماضية لأسباب غير معروفة عن اجتماع مع سلفاكير كان من المقرر أن يبحث فيه حل الأزمة فيما قال متحدث باسم مشار أن البلاد عادت إلى الحرب الأهلية ويشهد جنوب السودان منذ الخميسي الماضي معارك عنفة أدت إلى مقتل 272 شخصا بعد فشل مباحثات جرت بين مشار وسلفاكير لنزعفة للتوتر حيث دع الجانبان إلى الهدوء وكان الرئيس ونائبه السابق أكد أنهم لا يعرفان سببا للمعارك وهو ما أثار شكوكا في قدرتهما على ضبط قواتهما تفتيش مركبات تابعة لأنصار مشار تطورت إلى اشتباكات وجهت صفعة جديدة إلى اتفاق السلام الهشي الذي وقع في أغسطس العام الماضي بين الطرفين ويتزامن تجدد العنف في جوبا مع الذكرى الخامسة لإعلان استقلال جنوب السودان بعد حرب طويلة لكن نصف عمر هذه الدولة الوليدة طبعه نزاع أهلي دام أججته الخصومة بين سلفاكر ومشار ذات الأبعاد السياسية والقبلية أعلنت غرفة عمليات الجيش الليبي الموالي للواء خليفة حفتر صد هجوم قامت به سرايا دفاع عن بنغازي على منطقة شرق أجدابيا أضافت أن الهجوم أدى إلى مقتل اثنين من أهالي حي السلطان الذين شاركوا في التصدي للهجوم في وقت تستمر المواجهات على طريق النهر في ظل غارات للجيش على القوات المهاجمة قرب بوابة أجلادية سياسيا أعرب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية عن قلقه من تصريحات العجم اللعتيري المسؤول عن حماية السجن حيث يعتقل سيف الإسلام القذافي المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أبدأ في بيان استهجانه واستغرابه من التصريحات التي وصفها بغير المسؤولة للعتيري والتي ترسخ فكرة الإفلات من العقاب كان العتيري قد قال إن الإفراج عن سيف الإسلام القذافي تنفيذا لقانون العفو الدولي الصادر عن البرلمان الليبي قال السفير البريطاني في ليبيا بيتر ميلت إن بلاده ستنشر قطعا أو قطعا بحرية قبلة السواحل الليبية لوقف تدفق الأسلحة إلى الإرهابيين ولا سيما تنظيم داعش وجاء ذلك في تغريدة مقتضبة وفي شهادته أمام لجنة الخارجية بمجلس العموم البريطاني عبر ميلت عن صعوبة ضم كل التشكيلات المسلحة في ليبيا تحت قيادة موحدة مشتركة على الرغم من التقدم الذي حققته حكومة الوفاق الوطني والآن نعود من جديد إلى ملف جنوب السودان الاتصال جاهز معنا على ما يبدو فقدنا الاتصال ننتقل الآن إلى الملف التونسي حيث أعلن الأمين العام بحلف شمال الأطلسيان ستولتنبرغ أن الناتو يعمل على دعم الهيئات الأمنية المختصة المحلية في تونس من خلال مركزا استخباراتيا فيها ستولتنبرغ قال إن الناتو سيبدأ عملية بحرية متعددة الأهداف في البحر الأبيض المتوسط لمكافحة الإرهاب وسيكون هناك تعاون مع عملية الصوفيا التي يقودها الاتحاد الأوروبي لمنع تدفق اللاجئين إلى أوروبا من تونس ينضم إلينا الرئيس تحرير موقع حقائق أونلاين محمد اليوسفي أهلا بك سيد محمد إذن إعلان عن استحداث أو إنشاء مركز استخباراتي في تونس لدعم القوى أو الهيئات المختصة الأمنية هل يصب أيضا في خانة توسع الناتو بما أنه أصلا جاء هذا الإعلان بعد قمة وارسو هو في حقيقة الأمر يبدو أن نقل الخبر لم يكن بالصفة الدقيقة باعتباره أن تسريبه إلى حد الآن وفق ما تؤكده وزارة الدفاع الوطني في تونس والحكومة التونسية ورئيسة الجمهورية باعتبار أن رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة في تونس أن المسألة تتعلق فقط بمجرد التكوين والتدريب في نطاق تعاون قديم بين تونس وحلف الناتو باعتبار أن تونس منذ فترة بناء دولة الاستقلال راهنت على العالم الغربي ولها تعاون مشترك مع هذه القوى خاصة في ظل المتغيرات والمستجدات الإقلامية فيما يتعلق بالمعاضلة الإرهابية لكن عذرا هذا الكلام جاء في تصريح صحفي للسيد ستولتنبرغ بعد قمة وارسو وليس تسريب هو إعلان واضح بكلمات واضحة جدا مركز أمني للناتو للناتو لدعم هذه القوى المحلية أو الهيئات التونسية المحلية هو يبدو أن المقصود من خلال هذا التصريح هو المدرسة المتعلقة بتكوين في المجال الاستخباراتي التي أعلن عنها رئيس الجمهورية التونسية خلال ذكرى انبعاث الجيش الوطني مؤخرا في الشهر الماضي تم الإعلان عن هذه المدرسة في إطار ربما سيكون هناك تعاون مع حلف الناتو خاصة وأن تونس خلال الزيارة الأخيرة لرئيس الجمهورية إلى الولايات المتحدة الأمريكية تم إمضاء اتفاقية تم من خلالها منح صفة الحليفة الأساسي غير العضو في حلف الناتو بالنسبة إلى تونس ولكن على المستوى الرسمي إلى حد الآن في تونس هناك نفي تام لهذه المسألة وتأكيد على أن المسألة لا تعدو أن تكون مجرد تعاون وتشارك ربما فيما يخص المسألة الاستخباراتية تتحدث عن مجرد تعاون أو تشارك لكن هناك ما يسمى السي جارديان أو عملية الحارس البحري التي ستقوم بها قوات الناتو في البحر المتوسط ماذا يعني ذلك عندما يعلن عن عملية بحرية متعددة الأهداف في البحر الأبيض المتوسط هو هذا التعاون ليس بجديد على مستوى البحر الأبيض المتوسط هناك تعاون مشترك منذ سنوات بين الناتو وبين تونس على المستوى البحري خاصة فيما يخص معظلة الإرهاب الموجودة في ليبيا ومسألة المهاجرين السريين إلى الضفة الأوروبية هذا التعاون هو ليس بجديد ولكن يبدأ هناك استراتيجية هذا التعاون ليس بجديد إذن لماذا تأتي مثل هذه التصريحات كيف تصنفها كيف تراها الآن في هذا التوقيت بالذات في التزامن مع كل التصريحات وكل القرارات التي اتخذتها قمة وارسو هو من الواضح وأن هذه التصريحات قد تكون بلون اختبار لجزء نبض السلطات التونسية فيما يخص مثل هذه المسائل ولكن على المستوى الرسمي الحكومي التونسي هناك تأكيد على أن هذا التصريح في انتظار توضيح من الناتو فيما يخص هذه المسألة باعتبار وأن تونس المؤسسة العسكرية فعلا هي بصدد إعادة التكيف مع الواقع الجديد خاصة في ظل التحدي الأمني الإرهابي هناك ما يشبه التحولات خاصة فيما يخص مسألة الاستعلامات في تونس تم إحداث وكالة للاستعلامات والاستخبارات تم إحداث هذه المدرسة التي يبدو سيكون فيها تعاون مع الناتو ومع قوى أخرى غربية فيما يخص التكوين والتتريب باعتبار وأن تونس ليس لها تقاليد كبيرة فيما يخص مسألة الاستخبارات وخاصة إزاء المعظلة الإرهابية أشكرك كل الشكر محمد اليوسفي رئيس تحرير موقع حقائق أونلاين كنت معنا مباشرة من العاصمة التونسية بعد تقارير صحفي عن صحة الرئيس التونسي الباجي قيد السبسي أكد الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية معز السناوي أن السبسي بصحة جيدة السناوي أشار إلى أن السبسي سيجدد لقاءاته الأسبوعية مع رئيس الحكومة لحبيب الصيد الاثنين وستكون له عدة لقاءات أخرى في إطار استكمال المشاورات بشأن مبادرته الخاصة بتشكيل حكومة وحدة وطنية إلى الجزائر حيث أمر رئيس الوزراء عبد المالك سلال وزيرة الداخلية بوضع حد لأي أنشطة انفصالية وأشار إلى منع أفراد الحركة من تنظيم تجمعات وتظاهرات بولايات القبائل شرق العاصمة سلال وجه بيانا لولاة منطقة القبائل قائلا بالتصدي لأعمال الشغب الذي يمارسها عناصر التنظيم الانفصالية لليوم الثالث على التوالي تستمر التظاهرات في الولايات الأمريكية المختلفة احتجاجا على قتل رجلي شرطة للمواطنين من أصولا أفريقية في دالس وشملات الاحتجاجات العاصمة واشنطن بلاك لايكز ماتر أو حياة السود مهمة هتاف يتردد لليوم الثالث على التوالي احتجاجات وتظاهرات لم تهدأ منذ مقتل شابين أعزلين من أصول أفريقية في ولايتي مينيسوتا والويزيانا على يد رجال الشرطة وفي المقابل قتل شاب أسود خمسة من أفراد الشرطة في مدينة دالس بالغاز المسيل للدموع والعيارات المطاطية تصدد الشرطة الأمريكية للمحتجين الغاضبين الذين واجهوها بالزجاجات والألعاب النارية وقنابل المولوتوف نهاية أسبوع من الغضب دعوة وجهة المحتجون من مختلف الأعراق تنديدا بالتعامل الوحشي للشرطة ضد المواطنين من أصول إفريقية من الساحل إلى الساحل امتدت التظاهرات لتشمل واشنطن العاصمة نيويورك أطلنتا مايامي وتكساس وصولا إلى فلوريدا والنتيجة واحدة مواجهات بين المتظاهرين والشرطة أسفرت عن جرحا في صفوف الطرفين واعتقال عشرات المتظاهرين إلا أن مدينة سانبول بولاية مينيسوتا كانت الساحة الأبرز للمواجهات بين شرطة مكافحة الشغب والمتظاهرين دعوات الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى التضامن والوحدة من بولندا أضيفت إليها تصريحات له من مدريد لم تختلف كثيرا عن سابقاتها فيما يخص حركة بلاك لايف سماتر سيكون هناك دائما بعض الأفراد الذين يقولون أشياء غبية غير حكيمة وقصية ولا أظن أن ذلك يستهدف جميع المتظاهرين السلميين الذين يريدون العدل هؤلاء ليسوا مسؤولين عن كل ما يحصل في التظاهرة تصريحات رأى فيها البعض دعوة لتهدئة الشارع بدلا من العمل على تحقيق العدلة العدلة كانت أبرز الشعارات التي رفعها المحتجون الذين نددوا بغيابها وغياب السلام في الولايات المتحدة إلى العنوين الجيش السوري يفشل هجوم النصر وحرثائها واشع شمال حلب التنسيقيات تعلن مقتلى عشرات المسلحين شكري يلتقي نتنياهو في القدس المحتلة ويقول إنه يسعي إلى تحريك عمليات السلام بناء على رؤية الرئيس المصري تصاعد المعارك في جوبا بين قوات الرئيس سلفاكير ونائبه رياك مشار النيتو يعلن عن دعم للقوات التونسية عبر مركز استخبارات في تونس الثامنة انتهت المزيد دائما من الأخبار والتقارير إضافة إلى البث المباشر للميادين يمكنكم زيارة صفحات الميادين على الإنترنت باللغتين العربية والإسبانية شكرا للمتابعة دمتم سالمين